بالمدرسة الوطنية العليا للبيتر بالحراش عاين اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ودشن المزرعة التجربية البداغوجية التي وضع حجر أساسها العام الماضي كما وقف وزير القطاع عند عدد من المشاريع الابتكارية لطلبة المدرسة حيث ثمن تحول المدرسة الوطنية العليا للبيتر من مؤسسة جامعية تقليدية إلى مؤسسة جامعية عصرية مقاولاتية مبنية على الابتكار تحولت المدرسة الوطنية العليا للبيتر من مؤسسة جامعية تقليدية إلى مؤسسة جامعية عصرية مقاولاتية مبنية على الابتكار على المستوى الجهوي والوطني تعمل من أجل تمكين الطلبة من المقاولاتية حتى يصبحون رواد أعمال حاملين لمشاريع مبتكرة وكذلك محولين لمعارفهم إلى منتجات قابلة للتسويق تسويق